أكدت التحليلات المخبرية التي أجريت على المخالطين للطبيب القنيطرية المصابة بفيروس كورونا والتي كانت تشغل في مستوصف الشهداء بحيب بامجوج بمنطقة الساكنية بالقنيطرة على خلوهم من أعراض هذا الوباء وكان الأشخاص العشرة بما فيهم زملائها بالمستوصف واثنين من أفراد أسرتها قد تم عزلهم يوم أمس التلتاء الرابع عشر من أبريل 2020 بجناح العزل بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة وكان الجميع متخوفا من انتقال عدوى هذا الفيروس الفتاك إلى المخالطين خاصة أن عددهم مرتفع وكذا طبيعة عملهم بمستوصف يوجد بحي شعبي مما يساهم في انتشار الوباء داخل وسطهم العائلي وكذا في الحي لكن خلوهم والحمد لله من هذه الأعراض أدخلت الفرحة والطمأنين عليهم وعلى سكان المدينة ككل ترجمة نانسي قنقر